اشتركوا في القناة هذه القصة اخوتي فاش غدي تسمعوها غدي تحسو بالاسف اولا وتانيا غدي تأطرو بزاف من الاحداث اللي فيها من الليل فنت كتخرج على طعب واها المتعصب بسباب الحرية في ديار المهجر فالنتيجة كتكون في اقل احوال كارتية وجد مفجعة قصة سناء نافاني قتيلة مغربية في ظلمات التحرر الايطالي قبل ما نبدأو القصة المؤترة دياننا اخوتي العزاز وكيف العادة ما تنسوش اللايك والبارتاج للفيديو باش ينتشر وتعمل فائدة وفي نفس الوقت تشجيع لي باش نواصل دائما في تقديم الافضل واللي ما زال ما اشترك معنا في القناة فمرحبا بيه ومعلي غير اضغط على زر الاشتراك تحت الفيديو ويفعل جرس باش ديما يتوصل بالجديد موسيقى كيف تسمح لي حيث قصد بنتي سمح لي انا ودراني فاقل صغار ومع دنشوني تكون بيوم مراما كرعاش في مراما كرحب داماش وكرعاش في مراما ولكن القاتع دينا هم اللي غادلين يتصرف وخارهم نقول لنا لك قصتنا لهذه اللي لاخوتي غادلين بداوها من عند وحد الاسرة مغربية كتتكون من اب سمية قطة وضافاني اللي كان في العمر ديالو 26 عام سنة 1990 واللي هي السنة اللي بدات فيها احداث القصة ديالنا ومن عند ام سميتها فاطمة شروق واللي كان في عمرها 20 عام في نفس السنة بالاضافة لبنتهم الصغيرة اللي اسميتها سنة ضافاني واللي كان حتى هي في عمرها 6 سنين في ديالوقت على اي حال فهد الاسرة الصغيرة كانوا عايشين على قد الحال في المغرب واحوالهم المادية كانت ضعيفة بعض الشيء وعلي هف القطة واللي هو رب الاسرة وبحكم انه كان هو المعيل الوحيد لها دار جميع المحاولات بشيغو فرحايات مريحة لبنته سنة والزوجة ديالو فاطمة ولكن اخوتي جميع هد المحاولات باءت بالفاشلة واكتر من هاد الشي فالقطاوي عاد ما زاد الوضع المادية ديالو تأزم اكتر بسباب الكريديات والديون اللي جمعات عليه وعليه فالقطاوي باش يسدد هاد ديون اللي غرق راسه بها غادي بدا يقلب على كيفاش يخرج من هاد المشكيل وفي سنة 1990 والحصل الحظ ديالو غادي يقدر القطاوي تحصل على عقد عامل كمساعد طباخ في واحد الفيتزيريا في الديار الايطالية واخيرا القطاوي غادي يقدر يخدم ويبد المصارحية افتجاه مستقبل مشرق ليه والأسر ديالو بالفعل فالقطاوي ضافاني غادي يجمح ويجهه وابنته سناء ومرت فاطنة وغادي يهاجروا لايطاليا واستقرروا تماك في واحد لندين اسميتها بوردينوني والسيد خدم مع راسه في الريستو ديال بيتزيريا وقدر يحسن شوية من الوضعية المادية ديالو وفي سنة 2000 وجوشفا مرت فاطنة غادي تولد ليه بنته الثانية وفي سنة 2005 غادي تزاد عنده بنته الثالثة المهم السيدة فاطنة شروق مرت القطاوي بقيت مقابل الدار والأشغال ديالها والتربية ديالبنياتها بحال جميع ربات البيوت والقطاوي كان كيخرج كل نهار لخدمته يصور رزقه وقوة ولاده وبالفعل فهو قدر يوفر الولدات حياة معيشيا قدروا نقولوا عليها أنها كانت بخير وعلى خير وحياتهم تحسنات بزاف بالمقارنة مع الحياة اللي كانوا عايشينها في المغرب بالنسبة للحياة الاجتماعية داخل هاد الأسرة فكانت عادية جدا الأب والأم بحال جميع المغاربة كانوا حريصين على أنهم يربيوا بنياتهم أحسن تربيع العادات والتقاليد المغربية المحضر غير هو المشكل اللي كان هو أن الأب اللي هو القطاوي كان زيد فيه شوية وكان صعيب وقاصح بزاف في المعاملة دياله مع بنياته ومرتفاتنا لدرجة أنه كان متسلط وكلمته هي اللي خاص هتنفد في الدار وما كانش نهائيا مجال الحوار أو المناقش معاه في ظل هاد الأشواء أخوتي العزاز كبرات سناء اللي هي البطلة دي القصة نالها اللي لا واللي هي البنت البكر ديال أسرة دافاني سناء اللي فتح فولة ديالها واللي دوزت جزء منها في المغرب كانت وحد البنيتة ما شاء الله هادئة أو ضريفة وما فيهاش المشاكيل وما كانتش نهائيا من نوع ديال الوليدات المشاغبين بالعكس فسناء كانت وحد البنيتة اللي كتسمع الهضراء غير هو أخوتي فهد البنيتة في المراهقة ديالها غدت تبدل الشخصية ديالها بوحد 360 درجة سناء جات أخوتي مراهقة كانت شوية صعبة غير هو واحدة شي حد من المقرب اللي هما كان يقدر ينكر على أنها كانت وحد الإنسان اللي حنين أو ضريفة مع الناس بزاف سناء أخوتي اللي في سنة المراهقة غدت تعرف على بزاف ديال الصحابات الإيطاليات لأطروا لها على الشخصية ديالها وبدات كتحاول تعاند معهم وتعيش في حالهم وتقلدهم في اللبس وكتبغي تدير الماكياج كيف كيديرو المهم كانت بغى تعيش حياة التحرر والانطلاق اللي كانت سائدة أكيد في المجتمعات الأوروبية حيث في الاعتقاد ديالها أن هذه العيشة هي الحياة والحرية والسعادة بالنسبة لها ومن ناحية خرافة سناء يمكن ما لقاتش حد لي وصل لها أن الحياة هي التشبت بالقيام والمبادئ والدين بطريقة صحيحة حيث أصلا الجو اللي كبرات فيه سناء وخوال ديها كانوا مغاربة ومسلمين كان جو كيسود عليه سيطرة الأب اللي ما كانش من نوع الأباء اللي كيتحاور مع ولداته وكيتصاحب معهم ويعطيهم وقتهم في النقاش كان هاد الأب كيعرف غير الأوامر وصافي ديروا هادي وما تديروش هادي والضغط خوتي كيف كان عرفوا رح كيولد الانفجار وزيادة على هاد شف الأبناء من اللي كتربيهم على الخوف وعلى أنهم أي حاجة دروها في حياتهم دروها فقط حيت خايفين من وليدهم وماشي كحب منهم لديك الحاجة فالنتيجة كتكون أنهم من موراك يقدروا يديروا أي حاجة غير متوقعة على أي حال خوتيف الولدين دي السناء ما كانوش قرب بزاف من وليداتهم وما كانوش كيربيهم على هادي حرام وحلال والسبب علاش حرام وحلال بقدر ما كيربيهم على عيب وحشومة وعلى الأعراف والتقاليد سناء خوتيم اللي كبرات وبحكم أنها كانت مصاحبة غير مع البنات الإيطاليات المتحررات فهي في سن 17 عام بداية بعض المرات كتخرج في الليل معهم وقد جي معطل الضار وهنا غادي تخلق لها مشكل كبير مع ابوها القطاوي اللي عارض هاد الخروج وما كانش موافق عليه بتاتا وبيني وبينكم خوتيف هاد الأب كان عنده حق حيث هو بحلو بحل جميع الأباء غادي يكون خايف على بنتهم الضارة اللي ممكن تعرض ليه من هاد المسألة وفي الناحية المقابلة فسناء في نظارها كانت كتعتقد على أنها ما كتدير حتى شي حاجة دي للعيب هي كانت حسب تفكير ديالها غير كتخرج مع صحاباتها البنات كيدوزوا وكي تزوينها مع بعضياتهم وكترجع بحالها لدارهم ولكن خوتي القطاوي الأب ديالها كان في نظارها هاد الشي مرفوض واحتى من اللي كان كيجي للدار وكيلقاها خارجها فهو كان كيدير مشكل كبير وكيبقى كل دقيقة كيصوني عليها حتى كترجع للدار أم اللي كتوصل لها كتكون عندهم في الدار روينة وصداع كبير غير بالززبش كيساعد سنة أخوتي العزاز ومع الأسف ما غديش تكمل قرائتها وفي سنة 2008 غدي تقرر أنها تخرج تخدم باش تعاون الأب ديالها في المصاريف ديال الدار وهنا فالأب ديالها مع تارد شو رحب بالفكرة وقال مع رسوه علاش اللي ما تتعاونش معايا منها مدخول العائلة يتحسنه وتخفف عليه لحمل شو شوية وفي نفس الوقت فسنة غدتتشغل بالخدمة وتمارا وتنقص من الضوران مع الصحابات اللي غدي يخرج عليها والقطاوي في هذه اللحظات ما كانش عارف باللي بهذا القرار اللي خده وخده بنته تخرج تخدم فهو كان كيحل الباب على مصراعيه الأكبر مشكل غدي تواجه الأسرة دياله من نهاره وصل للضيار إيطالية بدأت سنة أخوتي العزاز كتقلب على شي خدمت تكون قريبة من السكن ديالهم وبالفعل قاتها وغدا تخدم كسربايا أو نادلة في أحد المطعم إيطالي حتى هو مختص في البيتزيريا وكانت سميتو تراطوريا ببيتزيريا وهذا المطعم كانوا مشاركين فيه جوج ديال الناس واحد فيهم سميتو ماسيمو ديبياجيو وهذا الأخير هو اللي استقبل سناء ووافق باش تخدم معهم في ذيك الريستو ماسيمو أخوتي الديانة دياله كانت مسيحية والعمر دياله كانت 31 عامة وإيطالي الجنسية واللي من بعد ما بدأت سناء الخدمة عندهم في المطعم فهذا الأخير غدا تعجبوا بزاف في الخدمة ديالها حيث السيدة كانت مواضبة وقدير خدمتها على أكمل وجهة وكانت ديما كتجي في الوقت وكتمشي بحالها في الوقت سناء خوتيكيف كيعاود ماسيمو عليها بنفسه كانت دائمة لابتسامة في وجهة الكليان ديال المطعم وطيبة في المعاملة معهم وهذه هم المواصفات اللي كانت مطلوبة في أي استرباية أو نادلة ناجحة في الخدمة ديالها على أين فسناء بعد مدوزات 6 شهور ديال الخدمة في ديك البيتزيريا وبحكم أن ماسيمو كانت عجباه وما كيحيت عيني عليها فهما غادت تكون بيناتهم علاقة غرامية سرية اللي ما كان حتى شي حد عنده خبار عليها من غير صحاباتها وبطبيعة الحال هاد شي كامل خوفا من الأب ديالها لي لم شتسق الخبار فهذيك غادت تكون هي الكارتة في حد ذاتها القطة واختي كان عارف التوقيت ديال الخدمة ديالسناء وكاني لتعطلات هاد الأخيرة غير شوية فالقيامة كتنود عندهم في الضار ذاك شي علاش ما بقات سناء كتقدر تطلق مع ماسيمو حيث النهار كامل كتكون خدامة وفي الليل ما كتقدرش تعطل وهنا فماسيمو اللي كان كيبغيها بزافة غدي تفاهم معها على أنها غدا تبقى تخدم غير في العشية وعليه فم اللي كان ببها كيوصلها في الصباح في طوام مبيلته والخدمة فهي كانت كتبقت سناء غير امتيق بره وهنا كتركب مع ماسيمو في مبيلته ولف الموتور دياله وكيمشي ويدو ودو ذاك الصباح كامل مع بعضياتهم حتى كتوصل العشية عاد كيجيو الخدمة وسناء كتخدم الوقت اللي يبقى لها في ذاك النهار ومن اللي كتوصل الساعة ديال الخروج ديالها كترجع بحالة دارهم عادي وكأن شيئا لم يكن دارت ليام خوتي وسناء وماسيمو على هالحال مدة التشهر وخلال هاد المدة فماسيمو ديبيا جيو غدي يعرف سناء على الام دياله هاد الأخير عجبات هاد سناء بزافة ودخلات لها لخطرها وكانت موافقة على هاد العلاقة بل وكتر من هاد الشي وافقة تحتاج للزواج ديالسناء بماسيمو ماسيمو اللي فيه مكان كيش بد موضوع الزواج لسناء فهي كانت كتتهرب من هاد الموضوع يمكن حيث كانت هاد السيدة عارفة أن الأب ديالها ما غديش يوافق على هاد الزواج المهم خوتي سناء بعض المرات من اللي كانت كتخرج مع ماسيمو فهي كانت كتخرج معاحت اخوتات هالبنات اللي كانوا مازال صغار وفي ذيك الوقيته في البنية الوسطانية كان عندها في عمرها سبع سنين والصغيرها أربع سنين وكانت سناء كتوصيهم باش ما يقولوا حتى شي حاجة قدام باباهم أو ماماهم يلا بغاوا يعاودوا يخرجوا معاها مرة خورا وحسب الأقوال ديال ماسيمو ففي مرة من المرات اللي كان خرج معاها أخوتات سناء وبالضبط نهار داهم معاها الحديقة الحيوان فالصغيرة في ذوك البنية اللي عندها أربع سنين في عمرها غدا تقول ليه كن غير كنت انتهوا بابا وهنا ماسيمو عرف باللي الأب ديال سناء كان واحد الراجل اللي خيب بزاف لدرجة أن بنته اللي في عمرها غير أربع سنين ما كانتش كتحمل ولكن خوتي والأمانة فما عرفتش وش هتشير صح ولله الله أعلم داز عام على علاقة سناء وماسيمو وهنا قرر هاد ماسيمو أخيرا على أنه غديم شيخ طب محبوب تقلبه سناء وعليه فهو اقترح عليها الفكرة وطلب منها الزواج ولكن سناء كيف المرات اللي سبقه رفضات وعرفت خوتي شنو غدا تقول ليه دائما حسب الأقوال دير ماسيمو سناء غدا تقول هاد الأخير بالحرف سمعها ماسيمو نهار تبغي تجي تشوف بابو ماما رخاص تجيب معك البوليس المهم سناء خوتي في ذيك الوقت كانت كتسن غير متى تكمل 18 عام باش تخرج من دارهم بصفة نهائية حسب الأعراف اللي كانت منتاشرة في الدول الأوروبية وماسيمو حسب تصريحاته كان رافض لهذا القضية بصفة نهائية وكان كي يطلب منها أنه يجيه درم على الأب ديالها ولو المرة وحدة ويجرب الحد دياله ربما تكون سناء واخد فكرة غالطة على الأب ديالها ولكن سناء كانت رافضة تماما أنه يدير هاد الخطوة درجة أن ماسيمو اختار حليها أن الأم دياله تجيه ديال الأم ديالها وتخطبها بصفة رسمية ولكن سناء ما وافقت شو قالت ليه بلي ماماها بحالها بحال باباها وبلي هي ما كتعود لها ووالو على حياتها الشخصية حيث فين ما كتعود لها شي حاجة فالأم ديالها كتمشي توصل كل شي لباها وفي الأول وفي الخرة فهي متأكدة باللي هما ما غاديش يوافقوا على الزواج ديالها على أي نخوتي ففي سنة 2009 سناء غادي تجمع حويجها وغادي تخرج من دارهم بصفة نهائية وغادي تمشي تعيش في واحد دار بوحدها هي وما سيمو ونهار خرجات سناء من دار فالأم ديالها من لدخلات البيتها وملقات حويجها كينين في بلاستهم فهي على الفور غادي تعرف باللي بنتها خرجات من دار بلا رجعة واستغلات القانون الإيطالي اللي كيعطي الحرية التامة للشباب اللي كيكملوا 18 عام في عمرهم أنهم يستقلوا بداتهم وهنا فالأم فاطنة تصلات برجلها القطاوي وخبراته بهذا الكاريتا القطاوي غادي يسمع بالخبار هو يجي لبطار جاعل وعينه كي قطر بالعصاب وهنا هز تليفون وتصل بسناء بنته ولكن ما جاوباتهش نهائيا بقاك يصوني علي القطاوي حتايا وفي الأخر من اللعية من المحاولات غادي يخرج من الدار وبدك يقلب عليها عن صحاباتها وفي هاد اللحظة فالأم ديالها فاطنة هزت تليفونها والتصلات بسناء بنتها وآخيرا جاوباتها ومن لي سولتها فاطنة علاج جمعت حويجها وخرجعت من الدار غادي تقول لها سناء ما تخافوش علي يا ماما قراني لقيت خدمة في واحد لوزين ديال الماكينات ديال الصابون ودبارا نساكنة في واحد دار مع واحد البنت وحتها هي مغربية والأمور ديالي راه غادم زيان دابا فاطنة بدات كتطلب من بنتها سناء باش ترجع للدار وسناء وعداتها باللي في الغد غادي ترجع ولكن سناء ما رجعتش وبقات فين ما كتصوني لها ماماها كتقول لها نفس الجملة وفي ديالأيام القطاوي باباها كانت شاعلة فيه العافية من جهته وكان معصى بالواحد درجة كبيرة وكبيرة بزاف وكان كيقول فاطنة مرتو باش تقول سناء ترجعوا لما غادي يعجبها حالا ولكن سناء ما كانتش كتتسوق لهذه الدراء نهائيا وكتقول مع رأسها باللي الوالدين ديالها مع الصابين عليها دابا غير حي تخرجات من الدار وسكنات مع صاحبتها فما بالو كي اللي سمعوا الحقيقة وعرفوها ساكنة مع الخليل ديالها ماسي مودي بياجيو دازد قوتي مد على هاد الأحداث والحال بقع لما هو عليها حتى الواحد من نهار سناء غدا تطلق مع وحدة مصحابتها وغادي تقول لها سمع سناء باباك جا عندي مسكين في واحد الحالة خيبة بزاف للدار وقال لي يا باش نطلب منك ترجع لداركم وتبدأ وصفحة جديدة وباللي هو ما غاديشي حاسبك على هاد شي اللي درتي وغادي تنسى وكل شي وديره في حالي لموقع والو سناء دير عقلك ورجع عند والديك حيث صارح أبقى في يا باباك من اللي شفته في ذيك الحالة وبالنسبة لما سيمو إليك تتوبا غين بعضياتكم فهو من بعد يجي لداركم واختبك من والديك وأنا متأكد باللي والديك غادي يوافقه سناء غير رجع عند داركم من الأحسن سناء هنا ومن بعد ما هدرات مع صاحبتها الإيطالية غادي ترفض هاد العرض وغادي تقول لها ما تبقيش تجيبي لي بحل هاد الخبار أنا معمرني ما كنت فرحانة في حياتي قدمانا فرحانة دابا وأصلا ما بقى لنا والو نزوجه أنا وما سيمو غير هنراسة داست قوتي تلت شهور على هاد المحادثة وسناء بقى تعيش مع ما سيمو في دارو لاورقالجوج وهنا وأخيرا في القطة والأب ديالسناء غادي يسيق الخبار وغادي يعرف بالعلاقة ديال بنته مع الإيطالي ما سيمو والصدمة الكبيرة هي أنها عيش معه في دارو حدا كتقول فاطن الأم ديالسناء باللي بعد ما عرفوا هاد الخبار فالقطة وما بقاش نهائيا كي جيه الناس ومن لي كانت كتفاق بالليل فهي كتلقاها غير جالس وكيخمم وكيكمي بوحد شراها كبيرة بزاف ومن لي كتدوي معاها ما كانش كيجاوبها السيد كان غير ساهي وكيخمم وزيادة على هاد شي ولا معصب غير بوحده واحتامل الماكلة ولا تعده كليلة بزاف القطة ويباش يتأكد من المعلومات اللي يسمعوا اللي كان في الصميم ديال وما بغيش يتيقهم غادي يمشي سووا الناس اللي كيعرفوا اللي كانوا كيمشوا البيتزيريا ديال معصم اللي خدامة فيها بنته ساناء وبالفعل فهد الناس أكدوا ليه أنه ساناء على علاقة مع مول الريستو ولكم أن تتخيلوا أخوتي العزاز الحالة اللي وصل لها القطاوي السيد كان غادي يخرج لي العقلم اللي يتأكد وعرف أنه بنته بالصح ساكنة معاراج الغريب وباللي دكش اللي وصل له كان بالصح ومشي كذوب ويلي بنته ساناء اللي كان كيحاول يربيها أحسن تربية حسب الاعتقاد دياله ساكنة معاراج البراني كبر منها ب13 عام وكتر من هادشي سميته معصيم والديانة دياله مسيحية ما يمكنش هادشي مستحيل كيفاش بنته تخرج على طوع وكيف كان كيقول هو ولات أوروبية قاع القطاوي أخوتي اكتاشف باللي قاع ذاك الشي اللي كان خايف منه من نهار حط رجليه في إيطاليا هو اللي طاح فيه تماما وخهوا رب ببناته على العيب والحشوم والتقاليد المغربية ولكن أخوتي كل شي تضرب ليه في الزيرو وهنا في القطاوي عيام يقلب على السكنة ديالسناء ولكن ما غاديش يقدر يوصل لها ومن كترة الغضب والعصاب اللي كان فيها فهد السيد غادي بدي سيفط لبنته رسائل تهديد كيهددها فيهم وبصريح العبارة بل لي غادي قتلها يلت لقى معاها لا هي ولا معصيم العاشق ديالها في حالتي لما رجعت للدار القطاوي قال سناء راني عرفت كل شي ونهار اللي غادي نشدك لنتي ولدك اللي طالي اللي معاك غادي نقتلكم بجوج والميصاج وصل سناء من عند وحدة من صحاباتها اللي كانوا ساكنين في نفس الحي ديالهم وهنا في هاد الأخيرة غادي تطلب منها باش ما تخرجش من الدار نهائينا حيث بابا هاك يقلب عليها وبينها فيهنا ويعلخ زيتها وللأسف خوتي سناء ما جاوبات هاش على هاد الميصاج وغادي تبقى التعامل عادي وبحل ما كينوالو ما سمعتوا نفس هاد النهار خوتي القطاوي غادي يمشي لخدمة دياله وغادي يطلب الإذن من الفاترون دياله باش يتغيب حيث عندو شغارات ضروري وخاصو يمشي قضاياها ومن بعد توجه الأقرب سوبر مارشي وخدا جنوية كبيرة ودارها في موبيلتو ومشا مباشرة الطريق اللي كتدوز منها سناء كل نهار فاش كتكون هي ومعصيم وغادي المطعم او راجعين منه وهاد الطريق اخوتي كانت قريبة من واحد الغابة المهم اخوتي القطاوي وصل ديك الطريق ووقفه بقاك يتسن في سناء ومعصيم يدوزه ومع اجويه السبعة ديال الشي غدا تباليه الاودي ديال ماسيم جاية من بعيد وغير قرب ليه وهو يخرج كي يجري وقطع عليهم الطريق وهنا فى ماسيم اضطر انه يوقف الطموبيل دياله وانزل وبدك يحاول يضر مع القطاوي وهاد الاخير كان وصل لمرحلة الهايجان والهيستيريام اللي شاف بنتو سناء راكبه فى الطموبيل مع ماسيمو القطاوي اخوتي فقد السيطرة ومدهاش ماسيمو نهائيا ومجهبوش على هدرتو ومشا دي راك جيهت سناء وحل عليها الباب وبدجارها من الشعر ديالها فتجاه الطموبيل دياله وكان كي حاول يركبها معاها سناء كانت كتقاوم وكتحاول تهرب منو وماسيمو بطبيت الحال مبقاش واقف كيتفرج ومشابش يفقها ولكن والو مقدرش سناء بعد سراع كبير مع باباها قدرات انها تفلت من ايدو وهنا تمت غدا هربانا هي وماسيمو احتلقت راسها دخلات الغابة هي وياها وفى نفس الوقت كان تابعهم باباها من مورا هم كيجري وهاز فى الديه الجنوية اللي شرع بقى واحد لمدة وهما غير كيجريوه احتل واحد اللحظة وماسيمو غادي تعكل وطاحا وهنا القطاوي ما تسوقوش وفاتو وتبع سناء وغيرو يصليها وشدها وهو يطيحها وهنا غادي يخشلها الجنوية مباشرة فعونقها وما توقفش القطاوي على هادشي بقى كيطعن فيها فعونقها بضربات قاتلة حتى جا ماسيمو كيجريو حاول يحمي سناء ويعتقها وهنا القطاوي غادي يوجه ليحته وشي طعنات جاهو فيدو وحده منهم جاتوا فى الكتف ديالو وهاد الاخير طاحته وفلرد كله دمايات ومن بعد هز ضربته هرب تجاه الشريحي تكار متأكد بالليل بقى فى القطاوي غادي يصفيها ليحته وعليها غير بعده ووجه بالتليفونه واتاصل بالبوليس والاسعاف القطاوي اخوتي ما كفاش داك الشي اللي يدار فبنته ووخشها فها ولا تجو التهامي داحداها غادي يمشي لطوموبيلته وجاب قرعا ديالزاج وهو يهرسها على راسا عدرتاح ومن بعد رجع ويركب فى طوموبيلته ومشى ديركت للدار ديالو اما ماسيمو فى مليشا فى القطاوي مشى بحاله غادي يرجع عند سناء وبدك يحاول وقف النزيف ديالسناء اللي كان حاد بزاف ولكن والو هذيك لو قيتها سناء كهانت مول الامانة دا امانتو الكارابينيري او البوليس الايطالي كيف ما كيسميوها ومعاهم الاسعاف غادي يوصلوا المسرح الجريمة وغادي يهزو سناء فى الامبيلانسي يوم ماسيمو ودوهم الاسبطار وداروا الماسيمو الاسعافات على يديه وكتفوه ومن بعد غادي يجيو عناصر من شرطة الكارابينيري عند ماسيمو باش يستفسروا على الحادثة وعلى شكون اللي دار فيهم ديك الحالة وهنا ماسيمو غادي يعود لهم كل شي دا كش اللي وقع لهم وغادي يقول لهم باللي القطاوي الاب ديالسناء هو اللي صفاهل هاد الاخيرة وتعدى لهم بجوجه البوليس ديال الكارابينيري الاطالي على الفور المباشرة غادي توجهوا الدار ديال القطاوي وغادي يلقاوا السيد قيل سمع على بالوش وحويجون قيهن ومن بعد من اللي غادي يقلبوا الدار غادي يلقاوا الحويج اللي فيهم الدمايات في الماكينة ديال الصابون وعليها غادي تم اعتقال القطاوي ضافاني بدون اي مقاومة منه السيد كانت جملة وحدة اللي على فمه هادي سيمانة وانا كان حاول هادي سيمانة وانا كان حاولها هاد الجملة اخوتي كان كيقولها وكيعاودها وكيعاودها بدون توقف واش كان كيعني بها انه كان سيمانة هادي هو كيحاول يقتل بنته او لا كيعني بها انه كان كيحاول يرجع للدار وما رجعت وباللي هي اللي وصلته لهاد النهاية المأساوية على اينا حتى شي حد ما قدر يعرف شنو كان كيقصد القطاوي بهاد الجملة من غيره هو اما فاطنة زوجة ديالوفة على الرغم من ان شرطة الكارابينيري شدولها رجلها قدامها وشافت الحوج ديالو اللي عامرين دمايات قدام عينها فهي ما كانت تفاهمة والو من قاع الاحداث اللي طرعوا قدامها وكانت كتسول على المشكل اللي واقعها واحتده والبوليس القطاوي معاهم لمقرر الشرطة عاد جوشي ناس اللي عندها وعلموها بهاد الكارتة اللي ضربات الاسرة ديالها وبطبيعة الحال فهدي غادي تكون اكبر صدمة لا بالنسبة لها ولا بالنسبة لبناتها اللي كانوا مازال صغار واللي غادي يسمعوا هاد الاخبار غير من الفاسها ايطاليا اخوتي كاملت بالبلاد وترونات من هاد الاخبار المفجعة وجميع الصحف والمنابر الاعلامية الايطالية غادي هضروا في هاد الجريمة وبحكم ان سناء كانت بنت مسلمة والعاشق ديالها ماسيمو مسيحي فالايطاليين غادي ربطوا هاد الاحداث بالتعصب الديني وغادي يستنجوا من هاد الجريمة ان المسلمين عمرهم غادي قدروا تعايش مع المسيحيين خاصة ومع الاوروبيين عامة وغادي يكتر القيل والقالف هاد الموضوع طريقة مبالغ في هالدرجة انهم نساوا الموضوع الاساسي واللي هو الجريمة في حداتها بدوا الايطاليين كيخرجوا في قنوات اداعية ديالهم وكيقولوا باللي العرب والمسلمين اللي ما غاديش يمدامجوا مع التقافة ديالهم وما غاديش يبغيو تكونش علاقة اللي كتجمع ما بين المسلم وما بين شخص من ديانة مختلفة فما عليهم غير يبقوا في بلادهم ومن الاحسن ميجيوش لعندهم البلادهم وهنا كان من الضروري على المسلمين اللي ساكنين في ايطاليا انهم يخرجوا ويردوا على هاد الافتراءات الناس ديال الجالية المسلمة في ايطاليا غادي يقولوا ان هاد الجريمة ما عنده احتشي علاقة بالتطرف الديني واحتمل الجمعيات اللي متكفلين بالجالية المغربية في ايطاليا غادي تخرج بنفس التصاريح وغادي يقولوا ان القطاوي قتل بنته حيث مشات تعيش مع راجل غريب غير حيث ما كانش موافق على هاد العلاقة ما بين بنته وما بين ماسيمه اللي كان كبر منها بتلتاشر عام وحنا في التقافة ديال المغاربة والتقاليد دياننا هاد شي عندنا عيب وغادي اكد هاد شي الامام ديال المسجد اللي كان في مدينة بوردينوني بحيث تخرج في لقاء صحفي وقال لهم باللي وخلق الطاوي كان مسلم فهو ما كانش متبع الديانة الاسلامية على اوصولها وحتى من صلاف الجامع ما كانش كيصليها معهم وهاد شي كي اكد ان الجريمة ما عنده احتشي علاقة بالدين جريمة مقتل سناء ضفاني خوتير ونات الجالية المسلمة اللي متواجدة في ايطاليا وزعزعات الاستقرار ديالهم وكانوا كيحاولوا ما امكان انهم من فيو هاد الفكرة نهائيا اما بالنسبة الايطاليين فبقاهم متشبتين باللي القطاوي قتل بنته حيث هو مسلم وباللي يكون هاد السيد كانت تبع شي ديانة اخرى ما كانش غادي يوقع هاد شي على اي نفا في اول تصريح غدا تخرج به فاطنة الام ديال سناء كانت مسكينة تالفة وغير كتغوت وكتبكي وكتقول لهم غضرني وقتل لي يا ابنتي ومن بعدها باربعة وعشرين ساعة دهرت تصريحة خورة اللي صدمات به الايطاليين كاملين وكانت كتقول فيها تصريحة باللي القطاوي كيبقى راجلي والاب ديال بناتي مهما دار ونمسا بحاله وسناء بنتي راه هي اللي كانت غالطة وهي اللي ما سمعتش ليه وخرجت على طوعه وكانت دائما كتخرج بالليل ومن كتسمعش له هاد ركيال من بعد قوتي ما غادي يخرجوا هات تصريحات للإعلام فايطاليا كاملة غادي تقلب على فاطنة والرأي ديالهم فيها غادي تبدل تلتمية وستين درجة كانوا في الاول متعاطفين معها وبقاد فيهم حتخسرات من انتهى بهذه الطريقة لدرجة ان بعض الناس كانوا ناوين يصرفوا عليها هي وبناتها حتعارفينها مخداماش وعندها جولي البنيات وما عندها لصنعالة ولو باش تصرف عليهم ومن اللي سمعوا هاد شي ما بقاوش باغين يعاونوها نهائيا وبدأوك يطالبوا الحكومة الإيطالية باش يرجعوها بحالها للمغريب ويختاف ضب ولداتها وهما اللي غادي تكلفوا بيهم فاطنة أخوتي من اللي شافت القيامة ناطت على ودكش اللي قالت غادت تخرج بتصريحة اخر واعتادرات من الإيطاليين كاملين وسحبات كلامها كامل غادت تقول ليهم انا ما بسامحاش لك سيد وعمري في حياتي ما غادي نسمح ليها وبقات فيها بنتي بزاف بزاف وهنا غادت بقى تعاودة على سناء غير الحواجزوينين اللي فيها والحسن حدها كون ما دارتها الفيديو ما تراجعت في تصريحاتها اللولى كون دا برحلاتها السلطات الإيطالية للمغريبو حيضوا لها بناتها حيث من بعد هالتصريحة فالرأي العام الإيطالي غادي ينقاسم الجوج ديال الأراءة رأيه كان كيقول باللي السيدة قالت كلامها بلا ما تعرف راسها شنو كانت كتقول حيث هي ما قارياش وكانت كتدوي بالعقل بسباب الفاجعة اللي طرات لها والرأي الثاني كان كيشكك في تصريحاتها وما تيقوش كلامها وقالوا باللي هي دارتها ديشي غير باش ميرحلوهاش للمغريب وماشي علاقة بالبناتها نهار 19 تنبير من سنة 2009 كان هو النهار ديال الدفن ومراسيم الجنازة ديال سناء الله يرحمها ووسع لها وماشي محتى هو كان حاضر في الجنازة ومن المشي يعزفاتنا فهذا الأخيرة ما غاديش تبغي تسلم عليه وقالت لهم أنه هو السبب ديال هاد المصيب لوقعات العائلة ديالها أما بالنسبة للقطة وضافة للأب ديال سناء ففي طيلة الفترة اللي كان بشدود فيها كان غير ساكته ما غادي دوحت النهار اللي غادي تم النطق بالحكم في قضيته وهنا غادي يقول لهم اللي هو نادم بزاف على دكشي اللي دار في بنته في ماسيمو وغادي يعتادر منهم بزوج قدام هيئة المحكامة وماذا ينفع الندم بعد هاد الأحداث كاملة قال لهم أنه دار دكشي حي تفقد السيطرة ومتقبلش أن بنته تعيش مع رجل بلا زواج مش حيت هو مسلمة ولكن حيت في العادات والتقاليد ديال المغاربة عندهم عيب وحشومة وقال لهم أنه من بعد هاد شي اللي دار حس بندم كبير وكبير بزاف المحامي ديالقطاوي غادي يحاول ما أمكننا أنه يستبعد سبب الديني وبيل لهم أن السبب الرئيسي في ارتكاب الجريمة كان هو اختلاف التقافات والتقاليد والعادات وبالليل الجريمة ما كانتش عن سبق إصرار وترصد ولكن فالمحكمة من اللي غادي يطالعوا على المصاجات اللي كانوا كلهم تهديد وعيد بالقتل السناء وشافوا الجنوية اللي القطاوي شراها على قبل بشير تاكب الجرم دياله ما غاديش ياخدوا بدفاعات المحامي واعتبروا أن القطاوي ضافاني دار فعلته عن سبق إصرار وترصد وعليه فالمحكمة الإيطالية غادي تحكم عليه بأقصى العقوبات عندهم في القانون الجنائي والقطاوي غادي تحكم بالسجن المؤبد ومن بعد فهد الحكم غادي تم الاستيناف دياله وتحول للسجن المحدد واللي هو 30 عام وعلى الرغم من هد شفا المحامي ديال القطاوي غادي تطعن مرة أخرى في الحكم ولكن غادي تم تئيد هد الحكم من طرف محكمة النقد والقطاوي حاليا كيدوز المدة السجنية دياله في الحفز ديال إيطاليا إلى يومنا هذا أما فاطنة شروق الزوجة ديال القطاوي فهي ما زالت متواجدة في الديار الإيطالية وكتعيش تماك باللقصة من الله من بعد مما تعاونوا معها الجالية المغربية والقاولها خدمة تكبر بها ابناتها وتعيش هي وياهم في سلام ختي العزاز كستنا الهدل إلى سالت هنا كانت منتكن وتبعت واحدة الآخر ديالها واستخلصت منها العبر اللي فيها ضغط ختيك يولد الانفجار فرفقا بوليداتكم وبزوجاتكم وعاملوهم معاملة اللين ومعاملة احترام الرأي الآخر صاحبوا مع ولداتكم وعرفوهم فش كيف فكروا وشنو التوجهات ديالهم وعلموهم دينهم بالطريقة الصحيحة بلا عنف وبلا تعصب الله يصلح لكم ولداتكم خوتي ويجعلهم درية صالحة ومنتجة ومفيدة لمجتمع ديالهم ودبا خوتي مقالية غير نقول لكم سنوني في قصة وقضية جديدة في القريب العاجل إن شاء الله وما تنسوش تديروا لايك للفيديو اللي عجبكم وتكتروا البارتاج وبالنسبة للناس اللي أول مرة يشوفوا القناة ديالنا وعجبهم المحتوى فمرحبا بهم ومعليهم غير يضغطوا على زر الاشتراك تحت الفيديو ويفعلوا الجرس باش دائما يتوصلوا بالجديد ديالنا دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته وإلى الملتقى بإذن الله اشتركوا في القناة